موسيقى مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم هذا اليوم تقلصت سرعة الرياح التي كانت تقوية يوم أمس سواء بالمناطق الساحلية وداخل البلاد خاصة بمناطق الجنوب حيث وصلت سرعتها القصوى إلى حدود 80 كم في ساعة وكانت مثيرة محلية للأطربة والرمال بمناطق الجنوب بالنسبة إلى هذا اليوم كما تلاحظوا عبر صور قامر استناعي كانت تقس مغيم جزئيا بكافة المناطق الحرارة سجلت ارتفاع طفيف أقصعت روح ما بين 19 و25 درجة بالشمال وبالمرتفعات سجلنا 25 درجة بتونس الكبرى وكانت ما بين 24 و28 درجة ببقية الجهات بالنسبة إلى هذه الليلة يتواصل التقس مغيم جزئيا بكافة المناطق ودرجة الحرارة ليلا ستكون ما بين 10 و14 بالشمال والمرتفعات وما بين 15 و19 درجة ببقية الجهات يوم الغد إن شاء الله سيكون التقس مغيم جزئيا في بداية النهار ثم تتكاثف السحب بمناطق الشمال والرياح ستكون من القطاع الشمالي بمناطق الشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب حيث نتوقع غدا الرياح قوية بمناطق الجنوب تكون مثيرة محلية للأطربة والرمال مما يحد من الرؤية الأفقية بمناطق الجنوب ودرجة حرارة القصوى في تراجع مقارنة بهذا اليوم أقصاها ما بين 18 و23 بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وستكون ما بين 24 و26 تصل إلى 22 درجة بتونس كبرى 19 بيق ليبيا 22 بينابل وزغوان 20 بيبنزرت 21 بيباجا وجندوبة 18 بيت برقة 20 بيسيليانا الكاف 19 بيتالا بالقيروان 24 درجة مع سحب مرتفعة وبجهة الساحل 21 بسوسة 20 بسوسة وبالمونستير والمهدية بقرق نواصفاقس 21 درجة مع ظهور غيوم من النوع المرتفعة 23 بسيدي بوزيد تقسم مغيم جزئيا إلى كثيفة سحب 22 بالقصرين وبالجنوب الغربي تقسم مغيم جزئيا إلى كثيفة سحب 24 بقفصة 26 بتوزر وكبلي ببقية مناطق الجنوب الشرقي ستكون السماء مغشات بسحب مرتفعة أكثر كثافة بعد الظهر مع رياح قوية 21 درجة بجربة 22 بقابس 24 بمدنين تطوين 26 برمادة 28 درجة بأقصى الجنوب بالنسبة للملاحة والصيد البحري ستكون رياحة من القطاع الشرقي شمالية شرقية بسواحن الشمالية سرعتها معتدل إلى قوية نسبيا تصل إلى حدود 20 عقبة البحر مضطرب أقوى بخليج الحمامات إلى غاية منطقة الشابة ما بين 15 و 25 تصل أحيانا إلى 30 عقبة والبحر مضطرب أما بخليج جابس فمن المتوقع أن تصل الرياح إلى حدود 40 عقبة ولهذا الغرض ثم أعلامي نص عنه برياح قوية يشمل أساسا خليج جابس والبحر سيكون شديد الاثراب إليكم الآن التوقعات الجوية ببعض المدن العربية والأوروبية بين واقشوت سحب قليلة 29 درجة بعض السحب بالدار بيضاء 21 سحب عابرة بالجزيرة العسمة 18 بعض السحب بترابلس 23 درجة حرارة مرتفعة بالخرطوب مع سحب قليلة 43 31 درجة بالقاهرة سماء صافية وتتواصل السماء الصافية بالأماكن المقدسة بمكة المكرمة 38 36 بالمدينة المنورة بمسقط سحب قليلة 29 درجة 31 بأبوظبي 32 بالدوحة كذلك بالكويت و34 ببغداد بالشرق الأوسط سحب عابرة 22 بالقدس الشريف وببيروت و26 بدمشق باستنبول بعض السحب 20 درجة برومة ستكون السحب عابرة 17 درجة تقس بغيم بمرسيليا 18 أمطار بجينيف وبرلين 10 درجات سحب عابرة بريكسيل وبريس 13 درجة بعض السحب بلندن 12 سحب قليلة بمدريد 24 درجة وبعض السحب بلشبونة 23 درجة بالنسبة إلى بداية الأسبوع القادم إن شاء الله من المتوقع أن تكون العوامل الجوية ملائمة إن شاء الله لنزول أمطار متفرقة خاصة في العشية وفي الليل بمناطق الشمال ومحليا الوسطة وكذلك ببعض مناطق الجنوب الشرقي الحرارة ستكون أقل من المعدلات ما بين 19 و21 درجة بمناطق الشمال المرتفعات والمناطق الساحلية الشرقية وما بين 23 و26 درجة ببقية الجيات وتتواصل الرياح من القطاع الشرقي قوية قرب السواحل ومعتدل إلى قوية نسبيا داخل البلد يوم الثلاثاء تكون العوامل الجوية ملائمة أكثر بإذن الله لنزول الأمطار خاصة بمناطق الشمال ومحليا بمناطق الوسطة الرياح ستكون شمالية شرقية إيجابية من حيث الرطوبة لكنها ستكون قوية بكافة المناطق الساحلية والبحر سيكون شديد الاتراب إلى محليا والحرارة في انخفاض طفيف ما بين 16 و 19 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وما بين 21 و 25 درجة ببقية الجهات عوامل جوية تهيأ إلى مرور تقلبات جوية جديدة إن شاء الله نرتقبها ابتداء من يوم الأربعة إن شاء الله شروق يوم الغد إن شاء الله سيكون في الساعة الخامسة و 36 دقيقة وغروب الشمس سيكون في تمام الساعة السابعة مساء لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة موقع الواب الخاص بالمعهد الوطني للرزد الجوي أو استعمال الموزع الصوتي على الرقم 88 40 4 مرات أوقات الصلاة اليوم الغد الأحد 21 أبريل الموافق للثاني عشر من شوال 1445 هجري سالة صبح بداية من الساعة الرابعة و 3 دقاق سالة الظهر ابتداء متصف النهار و 25 دقيقة سالة العصر بداية من الساعة الرابعة و دقيقة واحدة و سالة المغرب بداية من الساعة السابعة و دقيقتين أما سالة العشاء فستكون بداية من الساعة الثامنة و 34 دقيقة في ختام هذه النشرة أشكركم على حسن العناية و الاهتمام و إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر